عدلاتكو صباح الخير عدلاتكو الإرهابيين اللي متواجدين في أي حتة على القرى الأرضية اللي يطلق عليهم الإرهاب يعني واللي يطلق عليهم أيضا التكفيريين دايما طول الوقت حجتهم إنه كنت عايز تطبق الشريعة الإسلامية إنهم عايزين يطبقوا الشريعة الإسلامية في المدن والبلاد اللي عايزين يخربوها الأول وبعدين عايزين يطبقوا بعد كده الشريعة الإسلامية والخلافة الإسلامية مرة من المرات تكلمنا مع ضيفي في موضوع الخلافة الإسلامية حجتهم إنك إنت عايز تطبق الشريعة الإسلامية طيب هو إحنا ما بنطبقش الشريعة الإسلامية يعني هل هو قوانيننا اللي موجودة في بلدنا البلد الإسلامي إذا كان السعودية ولا مصر ولا كل الدول العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم ببتطبقش الشريعة الإسلامية أكيد بتطبق الشريعة الإسلامية لكن هو بيدخلك من هذا المنطلق عشان يوصل لللي هو عايزه وهو إرهابك هو التحكم فيك أنك أنت تبقى في الأول وفي الآخر بدلا ما بتحارب عدوك بتحارب نفسك وتحارب أهل بيتك وتحارب أهل دينك وغير الأدين الأخرى وهو يطلق في الآخر التكفيرين زي ما بنشوف في المسلسل الاختيار اللي حضراتكم بتفرج عليهم دلوقتي اليومين دول ضيفي اللي منورني في الستوديو فضيلة الشيخ أحمد كريمة من علماء الأزهر الشريف كل سنة وحضراتك طيب أولا ومنورنا فهم كل عام وأنتم والأمة المسلمة والعالم بأسره بخير وسلام بارك الله فيكم سؤال هل نحن لا نطبق الشريعة الإسلامية في بلدنا عشان ييجي هم الإرهابين والتكفرين يقول لك إحنا عايزين نطبق الشريعة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا تمام وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤية عليه بهجته تمام القديمة من أول عهد الإمام علي رضي الله عنه أرضاه لما خرج الخوارج وقالوا إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي ولا لأصحابك فكان أول اتهام في التاريخ الإسلامي للأسف من الخوارج لمين لواحد من الأوائل في الإسلام اللي هو سيدنا الإمام علي زوج السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام المسلسل فضل شغال من عهد الإمام علي رضي الله عنه أرضاه بس الإمام علي دانا يعني العلاج لهذا الأمر لما قالوا له إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي قال كلمة حق يراد بها باطل ابن حطها تحتها مليون خط كلمة تطبيق الشريعة الإسلامية أو تنفيذها هنسميها إيه كلمة حق نعم يراد بها باطل عظيم زي برضو ما في المأثور الديني لما يقولوا أميص عثمان إيه أميص عثمان إن سيدنا عثمان لما استشهد بسبب الفتنة الهوجاء جاء بقى معاوة بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه ورح جاء بالأميص اللي تقتل فيه سيدنا عثمان نعم وأنامل زوجته الفرا أناقلة بنت الفرافيصة المهمة راح معلقهم على منبر دمشق عشان يهيجي الناس على الإمام علي رضي الله عنه أرضاه وإحنا عايزين نضطر والضطار القصة المعروفة طبعا أما نيجي حضرتك بدون محابة مصر على وجه الخصوص ماذا يمص دستورها الذي توافق عليه الشعب الإسلام دين الدولة دي مادة دستورية جميل لسه فيه أوضح أكثر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريحة نعم يبقى الأول أنت دستوريا لم تكحد ولم تتنكر للشريعة الإسلامية صحيح يبقى إذن ما فيش أي ذريعة هم بقى يقول لك إيه اختزلوا الإسلام في الحدود زي إيه السلفية اختزلوا الإسلام في لحية وجل باب قصير وتحرم زيارة مخابر الصالحين انتهى الإسلام كده في الفكر السلفي ما تيجي للإخوان اختزلوا الإسلام البيع على المرشد ويدعوا أنهم عايزين يحرروا فلسطين بقى دي الإسلام يختزل عنه تيجي للشيعة اختزلوا الإسلام يقول لك نصرة آل بيت رسول الله وإقامة حكم دولة آل بيت رسول الله كل واحد من الاتجاه تيجي بقى للدواعش يقول لك مدوا الأياد للبغدادي ليه يقول لك ده الأمير اللي جاي أو المهدي المنتظر مثلا طب وبقر يعمل ايه يقول لك أنا عايزة أقيم دولة إسلامية الله طب وانت في العراق ما جميع مساجد العراق بتصدح بالأذان خمس مرات والمساجد بتصلي والناس بتصوم رمضان وتحج إلى بيت الله الحرام وتخرج الزكاة ده عندنا ساعتك في الفقه الإسلام وانت عارف أنا أستاذ الفقه في جامعة الأزهر إن قالوا لو بلد رفع فيها الأذان فقط نعم احكم بإسلام بلاش ده قالوا ايه بنص القرآن الكريم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا أنت عارف زي ساتك أو ما جاء أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وطول لي وعليكم السلام ورحمة الله ده دليل الإسلام ده دليل لأن التحية تحية إيه؟ الإسلام نعم فهم جم بقى حضرتك الإخوان في القرن الماضي السلفية الجهادية نعم الدواليات طبعا بسخت منها الدواعش والقعدة وطلبان وبوكو حرام والشباب الصومالي إلى آخره هم خدوا ده دغدغة مشاعر العوام أنا أسألهم سؤال لأن برضو أسمح للموضوع أصليه ممتد وكبير فضل هم فهمين إيه معنى الشريعة أولا في فرق بين الشريعة والفقه الفقه فهم الشريعة ما تيجا نرط نقول الشريعة أنا بس أقول لهم كده سؤال إيه هو السؤال طب لو فرضنا لو فرضنا هنطبق الشريعة أي الشريعة شريعة الإخوان ولا شريعة السلفية ولا شريعة الدواعش ولا شريعة الشيعة مش الأولة تفقوا تمام كل واحد اللي تصور عن الشريعة ما أنا قلت لحضرتك ومشاهدين الكرام الشيء عنده ألى البيت وخلاص حكم ألى البيت الدواعش عنده على العايز يقيم دولة إسلامية أو تنظيم الدولة الإسلامية الإخوان يقول لك المهم عنده باعة المرشد وأن المرشد يصل إلى سدة الحكم سواء كان مباشر أو غير مباشر كما حصل في مصر التجربة المريرة التي نسأل الله ألا تعود ما تيجي النهاردة للسرفية الجهادية الشريعة عندهم لا تظهر الصالحين ولحية غير مهذبة وجل باب قصير وانتهى الإسلام على كده إنما حضرتك الشريعة أوسع من هذا أنا مش عايزة أصابق الأحداث بس أقول لمشاهدين في الوقت المتاح أقول نشوف الشريعة أول حاجة سعدتك العبادات أخبرني بربك الدول الإسلامية كلها إن صح التعبير يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله على المآزن والصلوات الصلوات الخمس تقام الزكوات تقام صيام رمضان يقام الحق والعمر يقام العبادات متبقة صحيح إيبا أنت مش دولة كفرة وإحنا من أكثر الدول اللي بتحب تروح تعمل عمرة وتحج ونحافظ على هذا المآزن والصلوات أنت مش دولة كفرة لأن العبادات تقام طيب تعال فق الأسرة سعدتك تزوجت على أحكام الشريع الإسلامي نعم ليس كذلك صحيح تعال للوصايا والمواريس صحيح كلها شريع إسلامي نعم يبقى عندك الزواج والطلاء إلى آخره اللي هو الأحوال الشخصية وفق الأسرة كله شريع إسلامي تعال الفق المعاملات المالية من رحمة ربنا بالتشريع الإسلامي أنه الأصول حل الله الحلال وحرم الحرام إنما الفروح اختركها لابتهادات الناس تمام فهي سبتة بدليل نص أصولها بس نعم إنما التفصيلات بيطرعها كل زمن صحيح طيب الأطعمة والأشربة حضرتك نحن لا نأكل الخنزير ولا نستحل نعم ولا نشرب الخمر نعم ده تطبيق للشريع الإسلامي نعم تمام هتقول لي طيب الله ما سبحان الله احنا كده وصلنا 80% أقول لك كمان لس نعم حتى الأعمال الطبية أنت بتتجنب اللي فيها محرمات صحيح تمام صحيح يبقى وصلنا 85% ايه بقى اللي باقي تشريع الجنائي القصص مطبق عندك أيوة اللي بيجي يقتل واحد عمدا القانون بيقول مع التربص أو الترصد أيوة بيعدم صحيح يبقى القصص عندك مطبق صحيح في من يقتل عمدا يبقى إذن جزء القصص ده خلاص تمام الدية أيوة صحيح أنا معك الدية بتعبيرها الإسلامي غير مطبقة لكن القانون جعلها تقنين نعم اللي هو الحق المدني صحيح اللي هو الحق الايه صحيح الدراسات العليا في جامعة الأزل صحيح الزنة والقصر والحرابة خطبها لك والسرقة والبغي والردة وتعاطي المسكرات سابعة حضرتك إجمالا نحن المسلمين حاكم ومحكوم بيقر بها صحيح هتجي أنت تسألني أنا هفترس سيادتك عفوا يعني أنت بتفترس سؤال على لسانهم هتقول لي طب إزاي بقى الحاكم والمحكوم بيقر بها أنا هقولك إزاي إزعت القرآن الكريم لما بتيجي لآيات السرقة في صورة المائدة بتحزفها ولا بزحها بزحها طبعا أحسنت طبعا وآيات الزنة في صورة النور بزحها وبنتعلم أنا ياسب بدون نقعد على كلام وبنتعلمها في المدارس وإن وإحنا صغيرين وإحنا أطفال كل هذه الأشياء بنتعلمها من وإحنا أطفال لغاية لما نمو بالضبط يبقى ما فيش جهود يبقى عندك لما نقرأ آيات الزنة في صورة النور موجود سليم وتقرأ وتدرس وزيما أنت تفضلت وإحنا بندرسها للشياء اللي طلبنا في الأزهر حتى الدكتورة تمام إما نيجي النهاردة حضرتك لجريمة القصف موجود حتى القانون بيعاقب اللي هو بتهمة القصف والتشهير طبعا تمام إما تيجي النهاردة لجريمة الباغي التقاء فئتان من المسلمين زي اللي حاصل في ليبيا اللي حاصل في اليمن في العراق ما كوننا بنستنكره صحيح خذتبها لحضرتك وسعاد بتتدخل للإصلاح زي ما مصر تدخلت لاسترداد الكويت أيام الاحتلال العراق تفضل مش كده ولا لا طيب الباغي المطبقة عظيم يبقى يعني الأضية الأضية الزنة خذتبها لك وقطع ياد السارق تمام الردة موجودة في القانون أنه بيفرق ما بين المرتد وزوجته نعم تمام نعم وبيسجنوا حاجات زي كده يبقى إذن حضرتك اللي هو متوقف عن التنفيذ أربعة حدود يمثله كم في الشريعة سبعة في المئة صحيح أخبرني بالله سبعة في المئة من التطبيق من مئة في المئة يعني أنا أنا ببسط وعشان السبعة دول حضرتك دول بتنغل خلي بالك ومواطنين وشعوب بتتقتل بزرح تستشهد وغيوش بتنهار وكثير من الفجور بيحصل في كثير من الدول أحسن إيه رأيك بقى في التبسيط ده لكن لسه في نقطة جنابك تلات أربعة خمس حدود اللي هم ما بيتنفزوش على الواقع العملي نحن نؤمن بها ولا نكحته لو سألت النهاردة الحاكم حفظه الله إيه رأيك في جريبة الزي نقولك حرام طبعا طب وزاني ليه عقبته تمام ما بيكحتش القضاء لا يكحدونه زالك وفي قضي النهاردة هيصدر حكم بإن الزينا حلال طبعا لا ما بيحصلش صحيح صح ولا لا صحيح السرق حلال أقولك ما بيحصلش أنا ممكن أسأل سواء صغير لا لا تفضل يعني أزيد من الشعر بيت وقول لي أن غلطان الله صح لا لا تفضل حضرتك الأمور اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي دي القرآن نفسه والشريعة نفسها أعتقد حضرتك تصلح لي لا تفضل كلها بتقام إنك إنت عشان تثبتها لازم يكون في شهود لا طبعا لا دل وإن الزينا صعبة وفي منظومة خاصة بإنك إنت تثبت هذا الخطأ صحيح عشان تعاقب بيه في الآخر لا وفي نقطة بقى ده ما إنت تترطب في هذا وأحييت وعلى فكرة الإسلام جعل الرسول نفسه جعل ما يحول دون إتمام هذه الأمور إزاي بقى نعم ضراء الحدودة بالشبهات عظيم تتعرف لو واحد زانة وجاء قدام الأضع طرف وجاء عند التنفيذ قال أنا كداب ما حصلش يقبل رجوعه نعم شوف عندنا قال لك ولو راجع عن إقراره أثناء تنفيذ الحد كلام ده نقوله في حلقات جاية تمام زي ما حصل مع سيدنا معز بس للأسف استمروا في رجمه نعم بغاية ما مات فقال العلماء ويقبلوا رجوع المخر تعال للشهود يعني أنا مش مبرر بس أنا يعني برضو دينا بنفهمه بالعقل تفضل ما يجي أقول لك مثلا في الشهود أربعة زكور عدول مكلفين بلغين عقلاء نعم هشوفوا إيه لا مش هشوفوا واحد مع واحدة في أوضة أو حجرة أو خلوة نعم الشيء في الشيء لحقيقة في العلم نعم دي صعبة نعم صعبة 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 بيقول على فكرة في تاريخ الإسلام ما حصلش إثبات حد الزنا وأنا أحييك لأنك انتبهت النقطة المهمة جدا طبعا ما حصلش بالشهود وعشان كده كل اللي طب قد بالإقرار كلهم عايزين شهود عايزين ما حصلش في التاريخ نية الإسلام نية المواجه ربما سبحانه وتعالى بيجازين على نيتنا مجاش أربعة شهدوا على واحد لأن حضرتك لازم يراهم التلبس كالرجل مع زوجته ما حصلش في تاريخ الإسلام نعم فنجي في الأول والآخر نقول إيه الحمد لله قد دستور الدولة دينها الإسلام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع التلاتة أربع حدود المعطلين قد تبهل حضرتك دول أنا بقول أنهم هم مش معطلين لأ معلش أنا معاك يعني عشان أنا برضو إيه هم ما مياخدوهاش عننا لأننا مش عايزهم يجادلوا هقول له طيب هم لابد أن نفرخ لأن الحلقة الجاية هقول لك بقى العلماء قالوا إيه في التلات آيات اللي هم بيتسندوا بيها هم بقى بيجوا جايوش الناس يقول لك إيه يعني محمد عبدالسلام فرج ده كان مهندس اللي هو زعيم تنظيم التكفير والهجرة خلي بالك تخصصه إيه أيوه مهندس آه مش معمم تمام يعني مفروض اللي حتى هتكلم في الحاجات دي العلماء الزبط الفقهاء اللي طول عمره بيدرس لا بيدرس وعارف الأمعات وبيدرس الأحديث النبوية وبيدرس مهدي بقى الفوضى العارمة بتاع الجماعات الإرهابية زي ما ييجي النهار ده جماعة الإخوان وإن كان عايز صبق الشريع أنا هسأله سأل طب وكام عندك مرشد كان شرعي أو كان فقه ولا واحد نعم حسن بقى أنا كان مدرس ابتداء الزامي بعد كده اللجوم ما بين ما احترمنا طبعا القضاء يا مستشار قضائي يا مدرس ألعب بدنية زي مهدي عاكف زي أو أستاذ دكتور في الطب البطري زي محمد بديح قال لا طب وانت زي كان في الشهاد الإسلامية فاخد الشيء لا يعطيه نعم زي هتيجي النهار ده للمبكر البغدادي تيجي النهار ده للدواعش تيجي المش عارف لإيه هتجد أن العملية أي حد زي ما أقول لكم محمد عبد السلام فرج اللي هو في السبعينيات وقتل الشيخ الزهبي اللي هو كان وزير الأوقاف صاحب كتاب المفسرون رحمة الله عليه هذا الرجل اللي هو محمد عبد السلام فرج رح بقى جايب ثلاث آيات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ده آية 44 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الآية 45 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفزخون الآية 47 ورح جايب الآية رخم 50 في سورة برضو المائدة رفح حكم الجاهلية بغون خلي بالك ومش فاهم الآيات ولا فاهم سبب نزلها ولا فاهم نزلت في مين ولا فاهم الصياق مش فاهم الحاجات دي كلها وخد الظواهر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون هب خدوا بقى وده اللي أنا أسري بقى الحلقة فاهم قبل أن يعني الوقت يدهمنا فاهم بناء عليه جاب نتامية زمان راح بقى مقسم العالم دي أنا أخدها في حلقات تانية إن العاء إن فيه ديار دار إسلام ودار كفر فالداعشي والسلف الجهادي والإخواني بيعتقد إيه إن إحنا دار كفر عشان لربح حدود نعم خدت بالك شفت الخيبة وشفت الكارسة وشفت المصيبة لكن حضرتك ما نجي بقى في الحلقات القادمة وهنا تحاكم إلى تفسير الآيات للمفسرين مش لمحمد عبس الله فرج المهندس المدني مش لمحمد بديع أستاذ الطب البطري ها مش لمحمد مرسي أستاذ كيميا حيوية وعضوية فضلت الشيخ ما دي الخيبة اللي إحنا بنتكلم عليها فضلت الشيخ بعد إذن حضرتك نعم هو مش ربنا سبحانه وتعالى واحد أه طبعا دي لشك والقرآن الكريم واحد واحد نعم والنبي هو وربنا سبحانه وتعالى حفظوا إلى يوم القيامة ومحفوظ والرسول عليه الصلاة والسلام واحد نعم صلى الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا نعم صلى الله عليه الصلاة والسلام صحي كده نعم مش التلاتة دول كلهم وطحين جدا أمال لما يعني ده من 1441 سنة طبعا في خلال 1441 سنة لغاية سنة 1441 سنة لغاية 2020 دلوقتي مرورا بهذه السنوات كايز ليه بقى عندنا حاجة اسمها السلافية بأفكارها والشيعة بأفكارها أيوة والإخوات بأفكارها والتكفيريين بأفكارها وا 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 ليه معان احنا كل حاجة واحد عارف ليه وكلها واضحة عارف سنتك ليه ليه شهوة الحكم السياسي بس كده تمام 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 بدليل بدليل والله يعني ربنا يفتح لك بأمانة يعني طبعا وانا وانت هنشترك في جمع هذه الحلقات تمام نقدمها للناس في كتاب تمام والمجتمعات كلها عايزها طبعا يا فندم حضرتك الشبهات اللي هم بيسيروها دي قديمة زي موتيلك من عهد الإمام علي بقى الإمام علي بن عم النبي اللي هو من السابقين في الإسلام لما الخوارج يخرج عليه يقول له الحكم لله وليس لك يا علي ومين لسه وكفروا وخرجوا عن الملة فهم ماشيين نحة البحر كده في البحر الأحمر فقبله مين سيدني خباب ابن الأردت دا كان من صاحب النبي من شدة ملازمة للرسول لقف في التريق الديني بأنه صاحب كان مع زوجته حامل نعم فالخوارج قبله مين خباب قالوا له ما تقول في علي قال له نعم من نبي ومن أوائل من أسلم وأبو الحسن والحسن والزينب رضي الله عنهم وأرضاك يعني انتا بتحب علي قال لهم نعم فقتلوه زبحوه زبح الخراف انه بيحب علي نعم وبعدين ما رطقت لهم طب أنا حامل طب اتقوا الله فيه عشان اللي في بطنه نعم فبقروا بطنها كمان بقروا هو نفس الفكر خوارج المسرح واحد لكن الشخص اللي بتختلف والفكر واحد اه لا الفكر وهي واحد استخدام آيات في غير موضحها نعم اهي اللي هم قالوا ايه ومن لم يحكم بما أنزل أفا أولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون تمام أفا غير الباق أفا حكم الجهلية بغون هي الاستوانة استوانة والمسرح واحد نعم وبعدين ما تنساش من غير ما تشغل ده لا 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 ما هو ده خلاص العليل في المشغل من غير ما تشغل ده اه لا يا فندم ده اي واحد عشان يبقى إخواني اه او داعشي او شيعي ها اه الى آخر يا زين التنظيمات التكفيرية اه اه اي حاجة لازم عقله يغلق هم اللي بيغلقوه اه ويتوقف تماما اللي هو مادة السامع والطاع ده مثلا ما نوصل لملف الاخوان وده على فترة ده انا هجيب لك عبارات اه يعني مش عازك بتتفرج حضرتك على المسلسل الاختيار ولا لا لا للأسف عشان بس عندي اعمال في الدعوة في الدعوة في الأوقات اه للأسف ادعو حضرتك انك انت بعد اذن سيادتك يعني تتفرج على المسلسل الاختيار وتشوف الناس الناس الحجة بتاعتهم ودعي لي انا ليا قصة اسمها الغربة اي وانا مش برواج لها اي هي بتصور تجنيد الاربع الاتجاهات دي واحد شيعي واحد سلفي واحد داعشي واحد اخواني طيب وبعد كده ايجي واحد يعالجهم بس مش عزق دلوقت طيب لكن الموضوع لسه عادي سؤال تاني نعم انا يعني بشغل مخي مع حضرتك يا تفضل احنا بندعو ان المخي يشتغل اه طبعا طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته اه كان المسلمين كم واحد في العالم يعني ما نقدرش نقلغي الربع مليون تقريبا يعني ده لو احنا وصلنا لهم يعني وصلنا للرقم ده اه صحي احنا كم مليار دلوقت مليار ونص طيب اذا لما تيجي تطبق بعد القوانين انا بتناقش مع حضرتك نعم لما تيجي نطبق بقى الشريعة الاسلامية في السبعة في المية اللي حضرتك كنت بتتكلم فيهم دول اه اه انك تثبت الحالة ويبقى عندك شهود لا لا صح في وقتها كان ممكن لما يكون قارية فيها عشان قلة السكان كان سهلة صح عشان تثبت اللي يبقى فيه عندك اربع شهود ويبقى عندك معرفش حتى لو توفرت الامور اه انا بأكد على معلومة اللي هي الفيصل في هذا نعم يا فندم نحن المسلمين لا نك حد اه ولا نتنكر لجريمة الزنا ولحدها طبعا المذكور في القرآن والسنة طبعا ولا نتركر لحد القسر طبعا ولا نتركر للسرق ولا للحرابة ولا للبغي وللطعات المسكرات الامة المسلمة كلها بتؤمن بهذا خطبال حضرتك لكن قلتلك هي في اشكالية التنفيذ لكن بفضل الله لا يوجد جحوت فضلت الشيخ السيد الرئيس عفتاح السيسي مبارح في افتتاح بشاير الخير ثلاثة نعم اتكلمنا طبعا عن بشاير الخير ثلاثة وانجازتها وفضل لكن كان في حوار دائر ما بين المسؤولين عن الفساد نعم وعن السرقة نعم وانك انت تسرق ارض وانك انت تبني على ارض وانك انت العملة العملة الاضرار بالوطن ما هو طبعا طبعا وانا سيد الرئيس عفتاح السيسي يقول ان انا عايز العشرة او العشرة تلاف حال التعدي دول يبقوا عشرة تلاف موجودين في السجن هنا بقى حضروسين اه في حاجة لنقولها طيب السبع حدود اللي همه والمعطلين اولا ده مهمة مين لا مهمة المرشد واتباعه في الاخوان ولا مهمة السلفية وكلاءهم ولا الشيعة واتباعهم وازنابهم ولا مهمة الدواحش ده مهمة العلماء وانا بكرر احنا بنؤمن بها ونصدق والمجتمع كله بيؤمن بها ويصدق هل انت النهار ده حزفتوه من القرآن الكريم لما جيت تطبع المصحف لا هل انت لما تيجي بالزيح في ازاعة القرآن وغير ازاعة القرآن هل هذي الايات جحدناها انكرناها شطبنا عليها لا موجودين خدت بالك اه 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 انا عايز اقول برضو معلومة قد اه هتكون جديدة جدا للناس عشان تعرف ان ده كلها ادعاءات كذبة من اه الاخوان والسلفية والشيعة والدواعش والناس دي اه في السنة اللي استولى فيها الاخوان وانا اعيما اقول استولى فيها الاخوان على سدة الحكم السياسي في مصر كان فيه مشروع اسمه تقنين الشريعة الاسلامية كان بدأ من عهد سيدنا استاذ المباشر شيخ عب حalim محمود رضي الله عنه وارضاه وشيخ جاد الحق رضي الله عنه وارضاه كان لتنين مشاخ الأزهر سيدنا شيخ عب حalim محمود وسيدنا الشيخ جاد الحق عليه جاد الحق تمام وكان معهم الدكتور صوفاء ابو طالب عملوا مشروع تقنين الشريع الاسلامي تمام 1023 مادة المشروع رائق بقى ان كان موجود في المجلس الشعب ايام الاخوان وكان موجود في مجلس الشورى محمد مرسي لم يشكل ومعاه الظاهير السلفي واوعد فكروا ان السلفية غير الاخوان والله ده واحد بس الدولة لازم تنتبه ده هو الظاهير المستخاب عنده اللي زمها يجبوه والاعتصام اللي هتحصل في رابعة لو انه كان غلط من الاول انه كان يوجد خطبالك كان مفروض لا يسمح بهذا الاعتصام من الاول انه قلت الكلام ده وقتها في الاعلام الاخوان ظاهرهم السلفية والسلفية كانوا سبعين في المائة من الكنوفين في رابعة والنهضة المهمة عاوز اقول لحضرتك السلفية والاخوان في سنة حكم الاخوان في مصر تم كان عندهم مشروع تقنين الشريعة الاسلامية في مجلس الشعب وكان سعيتها مجلس الشورى موجود هل محمد مرسي شكل لجنة واحدة مش هقولك لإكماله او تنفيذه لمجرد ينظره فيه ما حصلش هجيب لك مثال تاني رغم ان انا محبش هتدخل في شؤون الدول اما اجل الدولة الحبيبة اللي بنحترمها تونس محبش انا ادخل في شؤون الدول بس اعزى اجيب مثال طيب اللي ماسك هناك المجلس النيابي الغنوش اللي هو الاخوة طيب قدر يعدل اللي حصل في قانون المراس بمساوة الزكر والانسة قابد وما الفين بقى الشريعة طيب احنا في مصر مطبقين انت بقى يا غنوشي مالي الدنيا صياخا وصراخا على ايه على انك عايزين تطبقه الشريعة الاسلامية طيب ما عدلتش جيلي هونت مست المجلس التشريعي في دولة تونس ها ما عدلت ما عدلهاش ليه يا فندم قسم لك بالله احنا في يوم جمعة اخر جمعة في رمضان وكل سنوط طيبية طيب مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية سبوبة وسلمة يدغدغوا مشاعر الجماهير اللي هي بتحب الاسلام ده واحد ده واحد معه عشان واتنين يبرر حمل السلاء على المجتمع نمره ثلاثة يستولوا على الحكم لما استولوا على الحكم سنة كاملة في مصر قول لي انفزوا ايه او طبقوا ايه حتى ولو نظري ونقول لك حتى المشروع على باقي فكرة بتعضب بيش اللي هو تخنينها ايه بقى معنى تخنينها اللي هي جعلها في صورة مواد وعلى فكرة السبع حيوات دي احنا احنا كاهل علم المفاجأة اللي محدش قالها لك ما عليش وانا بعترفها لك العلماء فيها السبب مش المجتمع مش الحاكم هقول لك ليه في عهد سعيد باشا من احفاد محمد علي باشا فقال لهم دي لات احنا عايزين في المحاكم مش معقول القاضي خدت بالك حيمسك الكتاب في الفقه الحنفي او الفقه الملكي او الفقه الشافي او الفقه الحنبالي ويقرى المتن والحشة يا ناس اعملونا الحاجات في صورة مواد تمام لازال المواد الموجودة اولا اسمه التقنين تمام قلوه العلماء قالوا لأ بدعاتهم وهو القاضي عشان يحكم في قضية سرقة او زينة هيمسك كتاب تعليمي اللي هو في الفقه الحنفي او الملكي او الشافي والحنبالي قلوه علماء سعادة قالوا لأ ده بدعة وكله بدعة انضلات قال لهم لأ ده احنا عايزة ماشي المحاكم وانا القاضي هيمسك لكم كتب الفقه ده عايز مواد مواد يعني مختصة كده قانونية يقراها تمام العلماء قالوا له بيتع قالوا خلاص بيتع هروحوا بالكتب بتاعتكم احنا اجدادنا من العلماء هما اللي كانوا السبب خدت بالحضرتك فضلت الشيخ بدون قطع كلامك حضرت قلت لي سبعة في المية ها سبعة في المية و93 في المية كله مطبق فهل 73 في المية يعني سبعة في المية حنفترض هل السبعة في المية تخلي ليبيا منهارة وشعوب تقتل هل السبعة في المية تخلي العراق واحدة من اقوى دول الاسلامية في العالم العربي يا ولدي اموالها راحت تقتل ويقتلوا ويبيش بتاحها ينهار هل سوريا سبعة في المية تخلي سوريا يحصل لها اللي بيحصل ده اليمن رجالها قبل التاريخ ها ولا حسب وافغانستان البلد الفقيرة طب انا هقولك حاجة بالنسبة افغانستان نعم تنظيم طلبات الا يعلم العالم ان اكبر بلد فيها زرعة المخدرات افغانستان العجش والمرجود ايه رأيك بقى الاهر وهم استلموا الحكم ايه سنوات نعم ادروا يوقفوا زرعة طب والمخدرات دي ما هو حد من الحدود طاعات المسخرات نعم الخمر والميصر والانصاب والازلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوك هي كانت سلمة ولا تزاد نعم حضرتك انا كان لها بحث كان من يعني من الابحاث الجدة لها في جامعة الازهر اسمه قضية الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى رضيت فيها على شبهات الارهاب لان الموضوع انا هضم جدا بس انا عبرك وعبر نهارك سعيد البرنامج المحترم ونيل لايف نفسي ان اللي بنقوله في الاستيديو وبنقوله على العبر الاثير والهوى ان احنا نوصله للمغرر بهم من اؤلاء الناس وبرضه ننشوره للناس بشتى الوسائل اننا عايزين نحصا من لم يجند صحيح يعني انت النهاردة انا على فكرة مستعد بقافلة اروح السجون والمعتقلات لأولئ الذين ارتكبوا جرائم في حق الوطن نعم من استحلال مراقة الدماء واستحلال الدماء واستحلال الدماء وانتهاك الاعراض واتلاف الاموال ونعمل حوار مباشر ما تخافش نعمل حوار مباشر حضرتك مشكور طبعا انك انت عايز تلحق اللي حصل لكن ممكن كمان ان احنا نزود في جرعات الخاصة بالتلاميذ لأ انا عايز الموضوع ده يصير الطلبة يعني ارجو يعني احنا في مناخ حرية الحمد لله تمام انا برضو بانعى على الاعلام الديني انه عملي يتكلم في الرقائق والترغيب والترهيب والقصص والحواديث واحنا سيبين شبهات الارهاب انت ذكرت امثلة دول انهارت مش بتنهار شوف يا فندم ده كان العراق مفروض المواطن العراقي يبني بيت طوبة دهب وطوبة فضة نعم نفس الشيء في ليبيا اليمن اللي هو تعصر ورجعوه الى الكهوف قبل التاريخ افغانستان الدولة اللي قربت الشطب الصومال شوف الحركات المتطرفة من عشرين سنة الصومال ملهاش سيادة سياسية على التاريخ السودان اللي انفصلت انفصل الله يفتع عليه السودان اللي كان كتلة واحدة طب بالمناسبة ده من ذكرت السودان ايه رائك بقى اللي وافق وبارك ان يبقى فيه دولة في جنوب السودان وتنزع من الدولة الام هما الاسلاميين اللي بيسموا نفسهم الاسلاميين عمر البشير ده مسك العصايا ورقص يوم تأسيم السودان عمر البشير بتاع الاخوان خدت بالك مسك العصايا ورقص انت بترقص على تأسيم بلدك وما الفين بقى الكلام التطبيق الشريع يا فندم والله كلها شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب هقرأ آية للمشاهدين عشان اقول لهم زريحة او الكذب على مسألة انهم بيسعوا لتطبيق الشريع ربنا انبأنا في القرآن بس احنا عزيزي نريد التدبر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قولوه في الحياة الدنيا له كلمة الحكم لله والشريع والإسلامية والكلام اللي بيقوله ده صحيح ومن الناس من يعجبك قولوه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى نعم سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له للإخواني للسلف الجهادي للداعشي للشيعي اتق الله في وطنك في دم الناس اتق الله وإذا قيل له أخذته العزة بالإث ده مغلق عنده نمر اثنين لا يتنازل عما حشي به مخه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث فحزبه جهنم ولا بئس المهاد حكم الله في قرآنه على الذين يريقون دماء الناس ويرفعون لافتات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فحزبه جهنم ولا بئس المهاد فضلت الشيخ أنا بأسعيد أن أنا بأجي هنا يوم الجمع وعد مع حضرتك شكرا الله بجد والله بالنور الموضوع لسه طبعا أنا استعرضي الآيات الثلاثة في صورة المائدة من لم يحكم بما أنزه الله فولاكهم الكافرون والظالمون والفاسقون 44 و 45 و 47 من صورة المائدة إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله فضيلة الشيخ أحمد كريم من علماء الأزهر الشريف شكرا لك كل سلام حضرك طيب أفن والأمة المسلمة ونورتنا أفن ويا رب الناس يعني تفتكر دايما أن ربنا سبحانه وتعالى واحد هو اللي بيجازل الناس وأن القرآن الكريم واحد وربنا حفظه ليوم القيامة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد فليه يبقى فيه كمية ناس بتأكل دماغ الناس باسم الدين المساد الإسرائيلي والدراسات عشان تهدم لتفتيت الشعوب المساد وأعوان المساد لتفتيت الشعوب زي الخوارج ما هي كانت مدرسة عبدالله بن سبق علشان يقلبوا على سيدنا عثمان وسيدنا علي أنا عارف الوقت دهامنا وخلص فأشكرك على ساعة الصدر والوقت المتاح الحمد لله نورتنا أفنم شكرا أفنم فاصل ورجعين حالا اشتركوا في القناة